الصحفي الرياضي الدكتور عدنان لفتت في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا أنا ما زالت عند رأيي وهو تسمية مدربين أجانب للفئات العمرية للأشبال والناشئين والشباب والأولمبي مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل إنسان محترم ونازيها إنسان يعجز عنه الوصف لكن هذا ليس مقاس بأنه سوف ينجح مع المنتخب الأولمبي العراقي بسبب أسلوبه وأخلاقه وكذلك عماد محمد نحن لا ننتقص من شخصهم أو تريفهم الكروي مع العراق بالعكس نحن ننتقص ما يحدث في إدارة المنتخبات العمرية لأنه ما يحدث هو أخطاء متكررة وجميعهم حاربوا اللاعبين المغتربين لماذا؟ ما هو السبب؟ اللاعبين المغتربين أفضل بكثير من اللاعبين المحليين وهذا ما تم ثباته في جميع الفئات العمرية للمنتخبات العراقية على سبيل المثال علي الموسوي أفضل بكثير من نهاد محمد وكذلك بلند حسن أفضل من منتظر عبد الأمير بالإضافة إلى خط قلب الدفاع روماندو لتشي الذي أصبح جريس الدكة بسبب تواجد زيد تحسين لاعب قادم من الدوري الألماني وتحديد النادي شلكة الألماني يصبح جريس الدكة ولا يعطى الفرصة التي يستحقها هذا طعم في حق كرة القدم العراقية الكل كان ينتظر ظهور منتظر محمد في البطولة حتى يتم ترحيله للمنتخب الوطني ولكن للأسف لم يقدم شيء سيبقى في الدوري ومن ثم يرجع للأنديات العراقية لاعب عادي لم يصنع الفارق على الرغم من عمره الكبير لا أعلم ما هي العقلية التي يتمتع بها الكادر التدريبي للمنتخب الأولمبي مدرب منتخب العراق السابق حكيم شاكر في تصريح صحفي اللاعب سيف سلمان تم ظلمه بفعل فاعل كان يجب أن يدعم ولكن مع الأسف على الحاسدين سيف سلمان كان أبرز نجوم المنتخب في فترتين التدريبية وشارك في جميع المباريات وكان يخرج وهو نجم المبارات لو استمر سيف سلمان باللعب لكان إلى الآن في المنتخب العراقي الأول الدولي السابق سيف سلمان في حديث لموقع المستديرة الرياضية قائلا علي عدنان وبشار رسن غير مؤهلين للتواجد مع المنتخب حاليا وأنا أحزن على هبوط مستواهم راضي شنيشل في المؤتمر الصحفي لمبارات فيتنام صرح قائلا دوري خروج المغلوب مبارياته مختلفة تصدرنا المجموعة وتحدينا جميع الظروف تناسينا دور المجموعات ومستعدين لمبارات فيتنام لكل مدرب استراتيجية معينة له المباريات الإقصائية مختلفة فيتنام فريق محترم وأنا ضد التكهن في المبارات وأتمنى التوفيق لفريقي فريقنا في وضع جيد اجتاز الكبوة التي حصلت له بمبارات تايلند وسأبارك للفريق الفائز هناك اختلاف بين شرق وغرب آسيا المنتخب السعودي منتخب متميز جدا وكانت تلك المبارات بحسابات مختلفة تابعت مباريات فيتنام وهو فريق جيد جدا جميع المنتخبات تمتلك نفس الطموح وهذا المنتخب توفرت له جميع الظروف والاتحاد العراقي قدم لنا دعم كبير الهدف الرئيسي هو الوصول للأولمبياد أتمنى أن نذهب بعيدا بهذه البطولة القطري طلال البلوشي مدرب نادي نوروز العراقي في حديث قائلا اللاعب العراقي يفتقد إلى الثقافة رغم امتلاك العراق مواهب كثيرة مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي صالح حميد في تصريح صحفي لبرنامج وقت إضافي قائلا تم انقاذنا من الحارس كميل سعدي وأخطائه القاتلة الأولمبي العراقي يواصل تحضيراته لمواجهة فيتنام في الدور الربع النهائي لمنافسات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس منتخب أوز باكستان لكرة الصالات يعيد الأمل لمنتخب العراق الوطني للصالات بالتأهل لكأس العالم بعد فوزه على فيتنام حيث سيواجه أفغانستان يوم الجمعة المقبل والفائز من المباراة سيواجه الفائز من مباراة قرغيستان وفتنام ليتأهل منتخبا واحدا إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف نهائي كأس آسيا بسبب ما تداول على منصات التواصل الاجتماعي بعد فوز المنتخب العراقي على نظيره المنتخب السعودي وما حصل داخل غرفة برنامج المجلس برعاية خالد جاسم وبعض الأعضاء المحللين العرب حيث حصلت أمور كثيرة تطرقنا لها سابقا وعلى هذا الأساس الاتحاد الأسيوي كان له تدخل حاسم بحسب ما تم تأكيده من مصادر مؤكدة أن الاتحاد الأسيوي عازم على غلق برنامج المجلس وذلك لعدة أسباب يجب الاتعاد عنها عنوة وإلا فإن قرار إغلاق برنامج المجلس سوف يكون أمر من قبل الاتحاد الدولي يجب ابتعاد المجلس عن العنصرية والطائفية الاتعاد عن الوقوف بجانب منتخب عربي على حساب منتخب عربي آخر ابعاد المحللين الذي يتطرقون إلى مواضيع بعيدة عن كرة القدم والتدخل في شؤون الاتحاد الأسيوي أعرب المدرب العراقي خلف كاريم عن تفاؤله الشديد إزاء قدرة منتخب العراق على تحقيق نتائج مثيرة في كأس آسيا تحت 23 عاما مؤكدا أن الطريق نحو أولمبياد باريس 2024 سيكون مفتوحا أمام الأولمبي العراقي وتأهل المنتخب الأولمبي العراقي متصدرا لمجموعته في كأس آسيا تحت 23 عاما في قطر بعدما حصد ست نقاط بفوزه على تجيكستان والسعودية وخسارته أمام تايلند وقال كاريم في تصريحات خاصة لموقع العراق المنتخب الأولمبي العراقي ارتكب العديد من الأخطاء في دور المجموعات بكأس آسيا تحت 23 عاما خاصة في المباراة الأولى أمام تايلند الأخطاء استمرت في مباراتي تجيكستان والسعودية لكن بشكل أقل وأقابلها هجوم عراقي قوي غطى على تلك الأخطاء ومنح الانتصار للمنتخب العراقي مستقبل الأولمبي العراقي في البطولة القرية وأضاف المدرب العراقي المباريات في الدور ربعا نهائي لا تحتمل الأخطاء الساذجة على المدرب راضي شنيشي الإخبار اللاعبين بذلك لا يبعد المنتخب العراقي عن التأهل للأولمبياد سوى الفوز في مباراتين الجميع يعلم أن المهمة لن تكون سهلة لكن العراق يمتلك العناصر القادرة على جلب الانتصار والحضور في باريس الصيف المقبل وأكمل الظروف التي مر بها المنتخب الأولمبي العراقي في دور المجموعات لم تكن طبيعية ومن بينها تأخر وصول اللاعبين إلى جانب الإصابات نهيك عن الضغط غير طبيعي الذي واجهه المنتخب الأولمبي العراقي من الشارع الرياضي وتابع المنتخب الأولمبي العراقي كان أمام مفترق طرق في دور المجموعات إما الوداع أو تصدر المجموعة أي تعثر أمام السعودية كان سيكلف المنتخب العراقي الخروج المبكر من البطولة لكن منتخب العراق حقق الأهم وحسم مصيره بيده من خلال الظفر بالنقاط الكاملة وتصدر المجموعة واختتم خلف كريم تصريحاته بالقول طريق المنتخب الأولمبي العراقي إلى أولمبياد باريس أصبح معبدا خاصة بعد تحقيق الأهم وهو تفادي مواجهة أوزباكستان كون الأخير منتخب كبير وصعب المراس والعراق دائما ما يعاني أمامه كنت أتوقع أن يودع العراق البطولة حال واجه أوزباكستان لكن بمواجهة فيتناما فإن المنتخب العراقي يملك القدرة على التأهل بشكل كبير ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الأولمبي العراقي غدا الجمعة نظيره الفتنامي على استاد الجنوب عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الدوحة وبغداد وفي حال فوز العراق فإن حفوظ المنتخب العراقي بالتأهل إلى الأولمبياد ستكون كبيرة جادير بالذكر أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة ستتأهل من أجل تمثيل قرة آسيا في أولمبياد باريس 2024 في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قرة إفريقيا شكرا شكرا شكرا